أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المتثمرين للتعرف على البشاكل والمعوقات التي تواجههم وتذليل كافة العقبات أمامهم معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في واشنطن في مأدوبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في واشنطن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وذلك بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بحضور رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين والذين أبدوا اهتماما بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم معربا سيادته عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي ترجمة نانسي قنقر